تحت شعاري لك يا جزائر في القلوب جزائر فتحت بوابة الصحراء الأغواط أحضانها الأثيرة لشعراء من الوطن وآخرين من تونس حضروا ملتقى الكثيب الذهبي للإبداع الشعري في دورته الأولى التي حملت اسم الشاعر المرحوم سعيد بن جدو تم استدعاء حوالي 60 مشاركا من مختلف ولاية الوطن منهم 17 مشاركة من 17 ولاية وكذلك مجموعة من شعار المحليين وكانت الدورة باسم تخليد للمرحوم الشاعر سعيد بن جدو كان هناك نشاط مكثف على مدار يومين عائلة الشاعر الفقيد أبدت سعادتها بهذا الوفاء والتكريم نشكر القائمين على هذا الملتقى المشاركون من جهتهم أثنوا على فعاليات هذا الملتقى الشعري الذي لم شملهم لقاء جيد وجدنا فيه كل ترحاب وكل احتفاء وهذا يعكس صورة المجتمع الشعب الجزائري ليس غريبا عنه الملتقى طبعا كان فرصة للتعرف على شخصية هذا الشاعر عن قرب من خلال الإنصات إلى شهادات محبيه ومن عاصروه ومن عاشروه ومن سمعوا له ومن كانت لهم معه الكثير من الصولات والكثير من اللقاءات الخاصة الملتقى أيضا كان فرصة للتثاقف حول قضية الشعر والبعد التواصلي في الحياة المشاركون أوصوا بترسيم الملتقى والارتقاء به إلى طبعة مغاربية السنة المقبلة نظرا لأهميته وحاجة المنطقة لملتقى شعري بهذه الرؤية